نبدأ نشرتنا كالمعتاد من الشأن المحلي حيث أكد وزير الصناعة وتجارة والسياحة سعيدة سيد زايد بن راشد الزياني أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بنشر الوعي المتعلق بقضايا تجارة الإلكترونية واتجاه نحو تطبيقاتها المختلفة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية جاء ذلك لدى رعاية الزياني النسخة الثانية من أعمال متقى تجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت للمعلمين 2017 الذي نظمه المركز الإقليمي لتكنوجيا المعلومات والاتصالات تحت شعار التجارة الإلكترونية منصة بحرينية لسوق عالمية وقد أكد زياني أن التعليم الإلكتروني يعتبر من أبرز التطبيقات التي تسهم في غرس المبادئ الأساسية للاستخدام سليم للتقنية الحديثة وتعريف الأجيال الناشئة بأفضل الحلول الآمنة المتوفرة على شبكة الإنترنت طبعا هناك تعاون بين الوزارة الصناعة والتجارة ومع وزارة التربية والتعليم منذ تقريبا أكثر من 11 سنة في مجال نشر الوعي عن تجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت ومن مخرجات هذا البرنامج وصلنا اليوم إلى ورشة عمل مختصة إلى مدرسين تكنولوجيا الحاسوب في المدارس المملكة البحرين الهدف منها التركيز على حلول آمنة الخاصة بالأجهزة المستخدمة عند الطلبة وفي المدارس كذلك مثل أجهزة المايكروسوفت وأجهزة الأندرويد وأجهزة كذلك الأويس تول هي خاصة بأي ماشين أو الأبل منهم نحن هون اليوم كرميل بدنا نحكي على السيكوريتي على الديفايسز بالإن كلاسرومز أنا حغطي كيف نستعمل أبل ديفايسز بطريقة آمنة بطريقة الأساتذية بيقدر يكونوا متحكمين فيها بالصف لحتى يكونوا الطلاب مش عم بيشتوا بنفس الوقت مركزين عن محتوى التعليمي مش عم شتتلن انتباهن إن جنرال لأن التكنولوجيا بحد زيتها هي كثير قوي للتعليم مفيدة جدا كطرق تعليم حديثة قالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقريرها الأولي لإحصاءات تجارة الخارجية عن شهر نوفمبر الماضي إن قيمة الصادرات الوطنية بلغت حوالي 176 مليون دينار ويمثل مجموع صادرات أهم 10 دول منسبته 81% من جمالي حجم الصادرات بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 19% وأضافت الهيئة في تقريرها أن قيمة إجمالي الواردات السلعية بلغت نحو 438 مليون دينار حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في حجم الواردات تليها الصين بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة هذا واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البلغة 45 مليون دينار ولننتوقف مع سعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بخفاض نسبة 0.61% لدى مستوى 1285 نقطة وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 9.769.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.197.000 دينار تم تنفيذها من خلال 120 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 58% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.44% عند مستوى 7177 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي النمو وأيضا العقارات نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع أيضا بنسبة قارب الأربعة عشر نقطة المئوية عند مستوى 6369 نقطة وذلك لارتفاع كبير لمؤشر قطاع التكنولوجيا ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع بنسبة 0.43% عند مستوى 4319 نقطة متأثرا بتراجع مؤشر قطاعي الخدمات وأيضا الاتصالات فيما سجل سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 0.68% عند مستوى 3332 نقطة ويعود سبب النزول لانخفاض أغلب مؤشرات البورصة في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا أيضا في تدولات اليوم بانخفاض نسبة 0.33% عند مستوى 5006 نقاط متأثرا بتراجع مؤشر قطاع المال من أن تنجزواد تدولات اليوم الفيواني من酷 المخضرات تقدمات اليوم تنجزوا пять 어쨌든ه 인ть الغتمع بم判را ثم د olmay نسبة 0.33% ضبطουν وضع الفيواني منتبل Gavin